أبو القاسم مرسلتنا مرسلتنا على قد الملعب أشكرك شكرا جزيلا وزي ما حضراتكم شايفين اللاعبين لعب نادي الصيد أو لعبات نادي الصيد ولعبات نادي الزمالك والأجهزة الفنية تلتقت الصور التسكرية مع كابتل محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيسه وأسطورته والحقيقة طبعا كابتل محمود الخطيب حريص زي ما هو حريص على حضور مباريات كرة القدم أيضا حريص على حضور مباريات الألعاب الأخرى وده أكبر دعم معناوي حتى مجلس إدارة أجلبه موجود وكابتل رقوف عبدالي أدي مدير نشاط رياضي والأستاذ الدماطي أعضوا مجلس إدارة وزي ما حضراتكم شايفين حضور الملعب ينتهز الفرصة لالتقاط الصور مع كابتل محمود الخطيب وطبعا أنا عايز أقول لكم أنه ده أكبر يعني دافع معناوي حتى كابتل محمود الخطيب هو خارج البلاد في الإمارات اتصل بفريق كرة طائرة رجال بعد فوزه على طول ببطولة الدوري وهنقه يعني كابتل محمود مش بعيد خالص عن الألعاب الأخرى وده يعني بيبقى أكبر دعم للفرق والحقيقة احنا لما قلنا لعيبة لما يبقى فيه رئيس نادي كبير بهذه القامة ويشارك اللعيبة فرحتهم وحتى يكون قريب منهم بتبقى لحظات جيدة جدا طبعا شايفين حضراتكم الأستاذ الدماطي عضو مجلس إدارة وكابتل سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة وعضاء الاتحاد وعضاء نادي الصيد وعضاء مجلس إدارة نادي الصيد بيشاركوا في تسليم الجوائز لطبعا نادي الأهلي المركز الأول لكأس مصر وطبعا المركز الثاني نادي الصيد اللي احنا بنهنيه وبنقول له هارد لك اللي حيقدم مباراة جيدة وأيضا في المركز الثالث نادي الزمالك ترجمة نانسي قنقر